السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلاب التعليم الفني التخصصات الزخرفية كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 النهاردة حلقتنا عن مدّة تاريخ الفنون الزخرفية والحلقة دي بنقدم فيها النهاردة الفن البدائي إذا كنا بنتكلم عن مدّة تاريخ الفنون الزخرفية مدّة تاريخ الفنون الزخرفية من المواد المهمة جدا في تخصصنا تخصص الزخرفة والإعلان لأن هذه المادة بتخليك تعرف الترز المختلفة للفنون سواء من الفن البدائي أو الفن المصري القديم أو فنون بلاد ما بين النهارين أو فنون المنطقة الأوروبية زي الفن الإغريقي والفن الروماني والفن الإسلامي والفن الإبطي والبيزنطي والصيني والياباني دي الفنون اللي احنا بندرسها في مدّة تاريخ الفنون الزخرفية أول حاجة طبعاً بنتكلم عليها بنتكلم على الفن البدائي وبنتكلم على نشأة الفن البدائي وما هي السمات المميزة للفن البدائي ده بأمر الله تعالى اللي احنا بنتناوله النهاردة في الحلقة بتاعتنا في الحلقة بتاعتنا إن شاء الله تعالى هنشوف الفن البدائي ده كان عبارة عن إيه وهنلاقي في آخر الحلقة مجموعة من الأسئلة الأسئلة دي يعني يريد تساعدكم أنتوا تعودوا وتحلوها دي أسئلة مهمة جداً من الأسئلة اللي دايماً بتيجي في الامتحانات الخاصة بهذه المدّة هنبتدي بإذن الله تعالى المدّة بتاعتنا هنبص معنا على الشاشة كده هنشوف أهمية دراسة تاريخ الفنون بيعطي الطلاب معرفة بالطرز الفنية المختلفة عبر العصور يفيد العاملين في مجال الدكور المصرحي والسينمائي والتلفزيوني مرتبط بالصناعات والحرف التراثي لو الفن البدائي لابد أن نحن نحاول أن نركز كويس قوي لأنه فن من الفنون المهمة اللي بتعرفك بدايات الحضارة في العالم وبدايات الفنون بدأت إزاي هنتكلم عن نشأة الفن البدائي العوامل التي أسارت فيه هنتكلم على العناصر الزخرفية المميزة ليه السمات والخصائص الألوان المستخدمة في الفن البدائي الفنون والحرف التاريخية والتطبيقية للفن البدائي أول حاجة الفن البدائي نشأ يعني علماء الأصار اختلفوا في بداية نشأة الفن البدائي لكن اتفقوا أنه هو نشأ في بداية العصر الحجري الحديث بين حوالي عشرين ألف سنة قبل الميلاد إلى عشر تلاف سنة قبل الميلاد ولقوا أن الأصار الخاصة بالفن البدائي زهرت في وادي الجارون الأعلى بفرنسا في الفترة الأورجناسية ودي موجودة في أصار اسمها دور دوني بوسط فرنسا إلى الفترة المستيرية وكلاهما من العصر الحجري القضي فيه جنس اسمه جنس كورمانيون كان بأسيا السورة وده اتجه لأوروبا عن طريق أفريقيا وانتهى الرأي العلمي أن جماعة البشر الأولى كانت بتسكن في تركستان ثم هاجرت ليتخذ بعضها الصين أو منشورية وطنة لها وليتخذ البعض الآخر مقره فيه علام فيه يعني بابل أو في منطقة العراق يعني وفيه سحراء أفريقيا قريبا من ودي النيل أو جنوبي القارة الأوروبية إحنا لو لاحظنا الكلام ده بيقول إيه إحنا يعني مرتبطين ببداية نزول البشر على الأرض بعد تفنح ظهرت أول مجموعة زي ما قلنا في هذا الكلام ظهرت في منطقة يعني تركستان وطبعا يعني في القرآن الكريم فيه إشارة إن المركب بتاعت سيدنا نوح استوت على الجودي وجودي ده جبل في تركيا ومنها بدأت تنتشر بقى أبناء سيدنا نوح حام وسام ويافس حام أو يعني نشأ منه الجنس الحامي في قارة أفريقيا وسام الجنس الأبيض اللي هو كان في منطقة اللي هي الجزيرة العربية والجزء من أوروبا وجزء من مصر ويافس اللي هو الجزء اللي هو خاص بالترك والجماعة اللي هم الصينيين طيب إحنا لقينا أثار للبدايات للمجموعات الأولى من البشر كانت عبارة عن مقاطف وفقوس وأدوات سيد وأسلحة قتال وتماثيل صغيرة من الحجر تمثل أشكال من البشر والحيوان وصور رسمت بالألوان الطبيعية على الحوائط الداخلية للكهوف والصورة اللي قدامنا دي بتمثل زي ما احنا شايفين كده بعض الأدوات الحجرية اللي وجدوها في الكهوف الخاصة بالإنسان البداي في العصر الحجري القديم طبعا زي ما احنا شايفين الصور دي هتلاقوا فيها رؤوس لحراب ورؤوس لسهام هتلاقوا فيها يعني زي حاجة كان بيطحن فيها الغلال بتاعته هتلاقي فيها أمشاط حاجات كتيرة جدا وهنا طبعا يعني نموذج أحد النمازج الخاصة بالرسم على الكهوف لو بصينا ان شاء الله كده في الفيديو اللي جاي الفيديو اللي جاي ده بيتكلم على بعض الأدوات الحجرية اللي الإنسان البداي في العصر الحجري القديم كان بيستخدمها وانه كان برضو بيرسم على الأحجار وعلى الكهوف بتاعته وعلى حاجة كده زي الأستراكة أو الشقف وكان بيرسم عليها زي ما احنا شايفين باللون الاسود ده اللي هو الصماط بتاع المواد اللي كان بيحرقها الخشب اللي كان بيحرقه وهنا دي بعض الأدوات الحجرية اللي كان بيستخدمها الفنان البداي وهللاحظ ان هنا فيه مطحنة من الحجر وبرا عن زلطة البيرة وتحتها قطعة حجر كان بيطحن بيها البزور بتاعته طب ايه هي العوامل التي قصرت في فهم الفن البداي فصر بعض العلماء بانه هو قصار النشاط العلمي للجماعات البشرية الاولى البعض الاخر قال انه يندرج تحت الاصطلاح باعمال الجماعات المتخلفة عن المصاري الحضاري كبعض السلالات التي تعيش حتى الان باجزاء من امريكا الجنوبية وافريقيا واسيا وفي بعض جزر المحيطات ما زال فيه ناس الى الان عايشين بي يعني كأنهم في العصر البداي بالزبط ولكن هم عايشين باختيار شخصي منهم البحوث اللي اتعملت فيه الموضوع ده قارنت ما بين تراص النوعين اللي هو الفنان البداي الاول والجماعات المتخلفة عن السابق الحضاري فالجماعات الاولى او القديمة من البدايين سموا بالمتبربرين والجماعات الاخرى سموا بالمتمدينين الواقع ان الدراسة لأثار الجماعات البشرية الاولى من صور وتماثيل وسلع طبعا بتقول ان الناس دي مختلفين تماما عن البدايين اللي موجودين في الوقت الحالي لان البداي اللي موجود في الوقت الحالي برضو محتك بالحضارة بصورة او باخرى لكن هو مختار ان هو يعيش بالاسلوب ده او بالطريقة دي نظرا لبعده عن اماكن سكن او المدن او لان هو مختار ان يعيش كما كان يعيش اجداده هللاحظ هنا دي صورة لأحد المتبربرين او الفن او شخص من العصر البداي الحجري هللاحظ الادوات اللي هو مسكها هللاحظ ان هو بيرتدي حوالين يعني وسطه قطعة من الفراء او الجلد هللاحظ برضو ان شعره يعني ودأنه وشنبه يعني غير مهزبين هللاحظ ان ايدي كبيرة لو بصنا لقدمه هللاقي ان قدمه كبيرة يعني مختلف شوية ده عن اللي هم اللي موجودين في الوقت الحالي هللاحظ او بيرتدي قطعة من النسيج المطبوع يعني يعني ده الفرق ما بين البداي الانسان البداي الاول والانسان البداي الذي يعيش في العصر الحالي طبعا في دوافع بتجمعهم قدت الى ظهور انماط متشابهة في انتاج هؤلاء اللي هم القدماء من البدايين واولائك اللي هم الحاليين من البدايين وده ظهر بجلاء في ان هم بيحبوا يجملوا اجسادهم او اجزاء معينة من اجسادهم بطريقة الواشم او باستعمال الوان او باستعمال ريش الطيور لاغراض الزين طبعا انتقل في الف عصر البداي القديم بدأوا تجميل مقر السكن الكهوف بتاعتهم بالرسوم وتزيين الادوات زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا ان الادوات بتاعتهم اللي كانوا بيستخدموها في الاستعمال اليومي كانت ادوات منقوشة وصنع الاسلحة والحلية على نحو متشابه في الطراز زي ما احنا شايفين طيب نيجي بقى نتكلم على حاجة مهمة جدا وهي عناصر الزخرفة والالوان التي استخدمها الفنان البداي هللاحظ في الصورة بتاعتنا العناصر الزخرفية اللي قدامنا دي زي ما انتو شايفين كده هو راسم تحسن فيه صورة لقطعان من الغزلان ومن النعام في احدى المناطق الصحراوية وهللاحظ صورة لكف ايده كف ايده هتلاحظه غامق في بعض الاماكن وده يعني ان هو وضع ايده في اللون وطبع بيها على السطح وهتلاقيه محتفظ بلون السطح في بعض الاماكن وغامق حوالين الاصابع وده لانه هو اتبع طريقة معينة في الرسم هنشرحها قدام شوي طيب عندي من الوحدات الخاصة بالفنان البداي الوحدات الزخرفية الهندسية استخدم وحدات مختلفة كالمقطع والدائرة والخط المنحني والمسلسات وغيرها في تكوين خطوط متوازية او متقابلة او دوائر متدخلة او عمل خطوط مستقيمة او منكسرة او منحنية معظمها كان باللون او بالتحزيز على الاسطح يعني الحفر على الاسطح وزي ما احنا شايفين دي صورة بتعبر عن العناصر الزخرفية الهندسية للفنان البداي تعتمد زي ما احنا شايفين كده على شكل الدايرة او شكل النقطة وتمددها وانكماشها تعتمد على الخطوط البسيطة تعتمد على المربعات وتعتمد على مسلسات صغيرة كان بيستخدمها في تكرار معين على السطح عشان يعمل عملية زخرفة للسطح بتاعه اللحظ برضو هنا الخطوط المتوازية سواء كانت هذه الخطوط متعرجة او مستقيمة هللاحظ استخدامه لنقطة في الخط اللي هو الاوسط المستقيم الاوسط ده اللي هو محطوط بصورة رأسية وهللاحظ الالوان بتاعته غالبا الوان كمباتية اللي هي جاية من البنيات والاسودات والاحمر الغامق او الاحمر الطوبي يعني دي الالوان اللي هو كان بيستخدمها من الطبيعة وهنتكلم عنها برضو في حلقتنا النهاردة برضو ده شكل من اشكال اللي هي الخاصة بيه الفن البدائي ونلاحظ فيها برضو الشكل المسلس المبسط المزخرف بخطوط متقطعة والمربعات ما بين الاسود والابيض واشكال المعين والمسلسات هي دي العناصر الهندسية الخاصة بيه الفن البدائي كل دي عناصر من الفن البدائي والوانها زي ما احنا شايفين غالبا بتبقى في نفس هذه العائلة اللونية الكنباتية او البنية عندنا برضو من الوحدات الخاصة بالفن البدائي عندي الوحدات الطبيعية الفنان البدائي تأثر بالطبيعة اللي موجودة حواليه وقلدها رسم الوحدات الطبيعية ببساطة واختزال واستخدم ادوات الرسم من فراء الحيوانات وريش الطيور ورسم الفراشات والقواقع والاصداف والاسماك والحصة والاحجار دي وحدات ايه وحدات طبيعية غير الوحدات الحية لما نقول وحدات طبيعية هنلاقيه ان هو استخدم جمدات استخدم ايه جمدات قواقع اصداف حصة احجار الفراشات والاسماك من الوحدات الحية اي ايضا ولكن يعني غالبا هو مقصود بالوحدات الحية اللي هي الحيوانات والانسان هللاحظ هنا زي ما احنا شايفين برضو وجود الرسومات اللي موجودة داخل جدران او الكهوف واللاحظ شكل الكف اللي هو تحس انه هو في ايه برش او مرشوش باللون حوالين الايد يعني حط ايده وحد تاني رش باللون حوالين ايده وهنشوف كام بيرش ازاي بازن الله تعالى وطبعا اشكال الحيوانات الزاحفة اللي موجودة هنا يعني زي شكل الزاحف ده هنا هنلاحظ ده يعني شكل يشبه الترسة او السلحفاء الترسة برضو مرسومة بهذه الالوان على سطح الكهف عندي بقى الوحدات الحية استخدم الفنان البدائي وحدات حية للانسان والحيوان اشكال بدائية وخطوط بسيطة لاغراض عديدة بتمثل مظاهر حياته اليومية رسم الحيوانات اللي موجودة في البيئة بتاعته زي الوعول والتيران والحصان والمموس المموس اللي هو الفيل اللي هو كان يعتبر حجمه ضعفين ونص ضعف حجم الفيل الحالي وكان جسمه فيه شعر رسم ده على جدران الكهوف المظلمة وسطوح الاواني الفخارية والاحجار وبعد السلال وادوات الصيد والزرعة طبعا زي ما احنا شايفين كده رسم اشكال او مظاهر الصيد هتلاحظوا هنا وجود الصيادين اللي هم بيصطادوا قطعان الوعول والايائل والغزلان في منطقة الغابات المحيطة بالكهوف وظهر ده من خلال اللي هي جزوع الشجر اللي هو رسمها حوالين في الجانب الايمن الاعلى من الرسم هللاحظ هنا برضو ان هو رسم قطعان الغزلان اللي موجودة ما بين الجبال اللي موجودة ما بين الجبال ورسم برضو هنا هتلاحظ حاجة عجيبة قوي هو رسم صف من الاشجار او النخيل وتحتيها مناطق غمأة كده ورسم لها انعكاس يعني انت لو لاحظت هنا في الرسم بتاعه تحس انه هو عملي رسم النيل او رسم النهر وما يحيط به من جبال والمنطقة الصحراوية اللي هي ما بين جبالين اللي بيبقى فيها الحيوانات اللي هو بيستدهوا دي مرسومة على وعاء من الاوعية الفخرية اللي كان بيحتفظ بيها بالسوائل بتاعته او بيحتفظ بيها بالغلال بتاعته هللاحظ هنا صورة الخيل او الحصان ده من الصور اللي هي المشهورة قوي وهللاحظ ان هو طبعا محدد اماكن الاصابة او محدد الاماكن اللي هو كان ممكن يستطاد بيها الخيول دي فانهى اماكن عشان يستطادها بسرعة لانه كان بياكلها ما كانش بيستخدمها في الركوب فكانت تعتبر من الفرائص الطبيعية اللي هو الانسان بيستطادها عشان يتقوت او يعيش عليها لاحظ برضو انتشار نفس العائلة الالوان اللي بنتكلم عليها اللي هو البنيات والاسودات والاحمرات اللي هو الاحمر الطوبي برضو السيران من الفرائص اللي هو كان بيستطادها فكان بيرسمها على جدران الكهوف بتاعته هنشرح هو كان بيرسمها ليه هل كان بيرسمها للزينة هنكا هل كان بيرسمها للسحر او ليه ان يدرس التركيب بتاعها او يعلم ابناءه ازاي يستطادوها يعني هنعرف ده وكان عنده الوحدات العقائدية والرمزية الوحدات العقائدية والرمزية اللي هي اللي كان يعني بيستخدمها في حياته سواء كان يعني سحر او تمائم او تعويز ضد الروح الشريرة او عند الخروج للحرب او الصيد او المعبودات اللي هم كانوا بيقدسوها والرمز بتاعتها او الاغراض الجنائزي لو بصينا ليه اشهر الوحدات اللي هي تمثل اا معبودة الارض ماية اللي هي كانت بشكل اا المرأة اللي هي اا تعبر عن الخصوبة وتعبر عن الولادة وتعبر عن اا بقاء البشرية وبرضو دي برضو من احد التمائم اللي هي خاصة بالتعويز بتاعتهم العقائدية او الرمزية طيب لما نيجي نتكلم ايه هي السمات والخصائص الفنية لميزة الفن البدائي الفنان البدائي يا جماعة مارس الرسم والنحت قبل ما يتعلم انه يتكلم وقبل ما يستأنس الحيوان وقبل ما يصنع الفخار كانت تعبير الفني بتاعه تلقائي وفطري اا وعبر عن ما هو موجود حواليه في البيئة اللي هو بيعيش فيها الرسوم بتاعته اا اتميزت بالبساطة والصرامة واظهار الحركة اا وتقدر تشوف الاشكال بتاعته اللي رسمها عن الحيوان حركات واوضاع مختلفة دي بتدل على قوة الملاحظة اللي كانت موجودة عنده كان بيعبر في يعبر في الرسوم بتاعته عن الشكل العامي ما كانش بيهتم اقوي بتفاصيل يعني اا ما كانش يقعب بقى يعمل ظل ونور ويعمل عضلات ويعمل تشريح فكان بيعتمد على الخط الخارجي كوسيلة للتعبير عن الشكل بخط واضح ما كانش بيهتم اقوي بقواعد المنظور ومين قدامه ومين وراه وهل الجبل ده قريب فيرسمه كبير والجبل ده بعيد فيرسمه صغير بل كان بيختزل الاشكال بما هو يعني مختزنها في الزاكرة عنده وبعد ما خياله اللي هو البسيط يعمل عملية يعني تلخيص للاشكال الزخرفة عند الفنان البدائي كانت نمطية مليانة بالرموز والمعاني رسومه اشتقت من القوام الانساني والحيواني وابتدعوا الاشكال الهندسية البسيطة ومن الاسباب اللي دعت ان الانسان الاول يسجل الرسوم بتاعته على جدران الكهوف مش بس سبب انها تعويض تجلب الحظ او تساعد في صدر الحيوان والتغلب عليه في الطبيعة لكن نقدر نعتبر ان الرسوم اللي تم تنفيذها على جدران الكهوف والمساكن البدائية كانت اول تاريخ للرسم والتصوير في الحياة او في كوكب الارض طب لما نيجي نتكلم بقى على فن التصوير والزخرفة في الفن البدائي لو اتكلمنا على فن التصوير والزخرفة في الفن البدائي هللاحظ حاجة هللاحظ ان الانسان البدائي كان بيحرص جدا على تسجيل كل مظاهر الحياة اللي هو بيعيشها الراجل كان عنده وقت طويل وكان عنده فراغ كبير الفراغ الكبير ده كان بيخليه يدور ازاي ان هو يسجل لأولاده او للاجيال اللي جاية ايه اللي هو موجود على في الحياة بتاعته اللي هو بيعيشها طيب زي ان الانسان البدائي جدران الكهوف بتاعته برسومات الحيوانات وما يحيط بها من كائنات وخاصة اللوحات الخاصة بالصيد فرسم الحيوانات في اوضاع مختلفة وزخرف الادوات اللي كان بيستخدمها عشان يشبع رغبة داخله بالجمال الالوان البدائية بقى الانسان البدائي الاول غالبا ما كانت الوانه عبارة عن اتربة او مساحيخ لأحجار او عصارة وصبغات لنباتات او نواتج لحرق الاخشاب والعظام او من دم الحيوانات اهم الالوان اللي هو استخدمها هتلاقيها الوان اللي موجودة في الطبيعة حواليه الابيض والاسود والاحمر والبني والاصفر والاخدر والازرق كانوا بيجوا من عصارات النباتات وكان بيمزج الالوان دي بالمية او الصمر واحيانا بالدم او دهن الحيوانات او الراتنجات اللي كانت بتفرز من الاشجار طيب رسم ازاي على جدران الكهوف رسم استخدم اصابع الايد بتاعته في رسم يعني اول ما رسم كان بيحط اصبعه في اللون ويرسم باصبعه او يجيب فرع شجرة اخدر ويضقه زي كده السواك فالفرع الشجرة ده دي الشعيرات بتاعته النباتية دي يبتدي ان هو يستخدمها ويغمسها في اللون ويرسم بيها زي الفرشة او كان بيجيب فرق بعض الحيوانات ويرسم بيه الفرق ده يعمله زي السطوبين كده او الكرة في ايده ويغمسه في اللون ويرسم بيه او استخدم اطراف ريش الطيور او استخدم احجار صلبة كحجر الزران كان بيعمل ايه الصلبة دي او الصوان كان بيحفر بيها الاشكال في الجدران الكهوف يعني كان بينحط بيها خطوط طيب الغرض من الرسوم دي ايه لقوا ان بعض الرسومات كانت موجودة في مناطق مظلمة في الكهوف والمغارات قال لك طالما عامل كده بقى مش ما كانش عاملها للزينة اه لا ده هو كان عاملها الحاجة تانية غير الزينة لقوا انه هو رسم بعض الحيوانات على الارض وبعدين حط فوقها حجارة فظنوا ان الغرض سحري اه او للسيطرة عليها لو اصار بعض الرمح والسهام على الرسومات اه ظنوا برضو ان الغرض سحري او تخصي وفي ناس قالت لا ده غرض اه يعني دراسة هو بيدرس الاماكن القاتلة في الحيوان واكتر اماكن لما بيدرب الرمح او السهم بتاعه فالحيوان بيصقب بسرعة اه وده اه ادى اه يعني الى ان اه يعني قالك لا ده هو كان عنده بعض كان عنده تعليم فني بيعلم اولاده ازاي يصطاده اه اتكرر الرسم على نفس السطح وبعد ما يرسم يدهن تبشير ابيض او يدهن اه دهان جيري ويرسم فوقي اه تاني برضو اه يعني كان اه بعض الناس قالوا ان هو بيبقى عنده مهارة في تمييز انواع الحيوانات اه واسمتها المميزة وده كان مهم في التقوس السحرية اه بتاعته لو بصينا هنا في الفيديو بتاعنا ده هللاحظ زي كان بيستخدم عزم الحيوانات المجوفة وكان بيستخدمها يرش بيها اللون فدما نشوف كده الايد بص الايد كان بيرش اللون حوالين الايد فالايد تبقى منطبعة على السطح واللون حواليها او يرسم اه الوعول وافران او الخيول اللي هو كان بيرسمها على جدران الكهوف بتاعته سواء كان بيرسمها بصباعه او بيرسمها بالياف اه نباتية او بفرش حيوانية وكان زي ما احنا شايفين كده اه دي اغلب الرسومات اللي هو كان بيرسمها على الجدران وازاي كان يعني بينوروا اه لبعض يعني عشان الرسام اللي موجود يرسم كانت العيلة كلها بتشترك في هذا الامر ودي العناصر اللي هي زخرفية اللي كان بيستخدمها الفنان البدائي الاشكال المختلفة من الحيوانات والخيول والوعول والسيران والغزلان والاشكال الادمية طب نيجي بقى نتكلم على الفنون التاريخية اه والتطبيقية للفن البدائي اه عندي اول واهم فن من الفنون اللي هو فن العمارة ازاي اه تطور حياة ومسكن الانسان الاولى الانسان عاش في البداية في الكهف المظلم كان اول مكان بيعيش فيه هو الكهف طب ليه الكهف بالذات لان الكهف كان بيبقى له مدخل واحد المدخل ده كان بيقدر انه هو يولع قصاده نار فالحيوانات بتشمي واحد الدخان بتاع النار فما كانتش بتقرب كان يقدر انه هو اه يعني اه يعمل عملية حراسة لمدخل الكهف بعد كده انتقل من المعيشة في الكهف الى اقامة عشش واكواخ من الخوس والاش ثم اه عمل الكوخ المخروطي المقام على جزوع وفروع الاشجار واخصانها وسط الغابة اه ليه عشان تقيه الحر والبرد طب تعالوا معي نعرف ايه هي اسباب اللي قدت الى تطور المسكن بتاع الانسان البدائي من الاسباب اللي قدت لتطور المسكن بتاع الانسان البدائي الانسان البدائي الاول كان عايش داخل الكهف لان كان ساعتها بعد العصر اللي هو الطيني كانت الارض كلها اه مزارع وكلها غباط وكلها اه يعني اه بحيرات ومستنقعات فكان قريب اوي ان هو بينزل من الكهف بتاعه يلاقي الحيوانات عايشة حواليه يصطاد الحيوانات دي ويرجع بيها ويبتدي ان هو يتقود بيها والمية موجودة جنبه كانت مشكلة كبيرة جدا بعد كده لما بدأت يحصل اللي هو التصحر بدأ بعد عصر الطفان العصر الطيني بعد العصر الطيني بدأت الارض تبلع المية بتاعتها وبدأت ان هو يعني يحصل نوع من التصحر في الارض بدأت الغباط تبعد عن الكهوف فبدأ ان هو ينزل مسافات كبيرة عشان يجيب القوت بتاعه عشان يصطاد يجيب حيوانات يكلها فبدأ لما يبعد او يجيب مياه يشربها فبدأ لما يبعد المسافات الكبيرة دي كان بيتعرض لمخاطر كبيرة من هجوم الحيوانات الضغية عليه فبدأ يعمل ايه بدأ ينتقل بالسكن بتاعه من الكهوف الى الاكواخ والى ان هو يحاول يعمل سكن ليه قريب من اماكن اللي هو بيجيب منها القوت بتاعه لان هو الارض والنباتات والحيوانات بعدت عن الجبال والايه والكهوف هنشوف كده ازاي اه اه طبعا اعتدال المناخ لو بصنا على الشاشة تاني اعتدال المناخ في اوروبا ومش في اوروبا بس في العالم كله خلال العصر الحجري الحديث ادى الى ظهور المساكن المقامة على البحيرات على قوائم من اخشاب الاشجار وكان الداعي طبعا زي ما قلنا انه هو اه تدرج في ابتداع الاشكال المختلفة للمسكن بتاعه طبعا للحالة والاحتياج والبيئة هنشوف هنا الفيديو ده اه طبعا زي ما احنا شايفين في البداية كده هو داخل الكهف بتاعه كانت العيلة كلها عايشة جوه الكهف بعد كده انتقل للعيش داخل اكواخ وبعد كده انتقل اه ان هو يحاول يعمل مباني حجرية زي ما احنا شايفين المباني الحجرية اللي هو كان بيحاول يقيمها ويعيش فيها عشان كان واخد على السكن في الكهوف اه طبعا ده يعني شكل يعني كهف اللي هو كان بيعيش في الفنان البداي وفي رسومات موجودة على الكهف ده اه وازاي كان اه حياته اليومية بتبقى في اه مدخل الكهف ولكن لما كان يجي ينام كان في حراسة تبقى على مدخل الكهف وهم يخشوا يناموا داخل الكهف جوه او لما كان ينتقل للصيد كان اه زي ما احنا شايفين كده بيجيب اه اللي هي جلود الحيوانات ويعمل اه يعني زي خيمة اه اه يبتدي ان هو يعيش فيها عشان تقيه من الامطار وتقيه اه اه الى حد ما من اه اه هجوم بعض الحيوانات ويبقى لها مدخل واحد ويبتدي ان هو يدافع عن نفسه من هذا اه المدخل وكان بيستخدم النباتات برضو في صناعة اكواخ لي بيعيش فيها ومذلت الى الان بعض القبائل في بعض الاماكن بيعملوا نفس هذا المسكن الى الان اه طبعا اه لما كان بيعيش في مناطق المستنقعات فكان بيعمل اكواخ بتاعته عشان تبعده عن التمسيح وعن الحيوانات اللي هي تقدر انها تعيش في المستنقعات فكان بيعلي المدخل يعلي السكن بتاعه زي ما احنا شايفين على اعمدة من اه اخشاب وجزوع الاشجار ويبني مصطبة يبني فوقيها المسكن بتاعه ومذلت الى الان بعض انواع من البشر وبعض القبائل بتعيش على اه يعني سكن بهذا النمط او هذا الشكل او كان بيستخدم الاحجار ويبني بيها ويغطيها من فوق بجزوع الشجر والطين دي كلها اشكال من اشكال العمارة في الفن البداي نيجي بقى للنحت هنلاقي ان الانسان البداي كان برع جدا في عمل التماثيل وادوات شفنا في فيديو في الاول كده من اه اه الحجارة او من العاج والعظامة المأخوزة من الحيوانات والاسماك الكبيرة اللي كانت بتمثل اشكال ملخصة ومبسطة للانسان والحيوان او الاشكال الخرافية التقصية او الجنائزية او التماثيل او التعويز الفيديو اللي جاي ده اه بيعبر شوية عن بعض اشكال النحتية اللي كان بتمثل التمائم برضو زي اه برضو اشكال الخزافية الحيوانات والزخارف المختلفة لاشكال النحتية التي تشبه الانسان اللي هو كان اه يعني بيفنن فيها وبيبدع فيها اه تمثيل الانسان الاول اللي كان لها اخراط شكلت من مواد مختلفة حجر وعضل والتماثيل كانت يا اما لاغراض اه دينية او اه التوطم اللي هو شعار القبائل او التماثيل لاغراض سحرية او اغراض جنائزية او تماثيل اغراض الزين التماثيل لاغراض اه الدينية اللي هي تماثيل معبودات اللي اه اه كان اه يعني اللي هو شعار قبيلة وهنشوف له صورة دلوقتي والتماثيل لاغراض سحرية كان في عندهم انواع من السحر بيستخدموها اه ان هما يجيبوا تماثيل ويجروا عليها حاجات معينة كده وتشبه حاجات كده يعني موجودة الى الان ولا عزو بالله والتماثيل الا اغراض جنائزية انه هما وجد في بعض الكهوف بعض الاشكال لتماثيل لبشر اه وكانوا يعني رجلها مش موجودة وبيحطوها في مكان تاني يقولك عشان هما كان بيؤمنوا بالحياة بعد الموت فيعني دول كانوا يمثلوا عائلة المتوفي الذي يبعثوا بعد اه اه في الحياة الاخرى يعني معايا والتماثيل لاغراض الزينة لقوا بعض الامشاط الخاصة بالفنان البدائي الامشاط اللي هو كان بي يعني بيصرح بيها او بتحططوك في اه يعني شعر النساء اه لو بصنا دي التماثيل بتاعته من الحجر طبعا برضو تمثال ده احنا شفناه قبل كده هنلاقي هنا شكل التوتم او معبود القبيلة او شعار القبيلة اللي هو ماذا الموجود الى الان في بعض اقبائل البدائية المتمدينة اللي موجودة في الوقت الحالي هتلاقي اه تمثال المفكر من العصر الحجري تمثال انسة تحمل طفل من العصر النيوليسي هنلاحظ اللي هو تمثال الخيل او الحصان ده من الحجر او من البازلت من الفن البدائي تمثال الفيل او الماموس برضو من نفس الفترة في الفن اه البدائي كلها من متاحف اه كبيرة تمثيل بداية معمولة من الطامي غير المحروق دي من شمال اه امريكا طبعا تمثيل دي خاصة بالهنود الحمر وهما يعني يعتبروا نمط من انماط اه الفنان البدائي في عصر اه ما برضو كان في عندنا من الصناعات اللي هي الخاصة بالفنان البدائي اللي هي صناعة المنسوجات وكان اهمها المنسوج المصنوع من لحاء اه الاشجار او من اليافها او من السلال المزخرفة والتصميمات البديعة استخدموا الياف النبات والسعف في انتاج الملابس الاولى وعملوا مقاطف من اه الاسعف النخيل وجدلوا منها برضو حبال اه وعملوا اقفاص وعملوا شبك استادوا بيه سمك واو استادوا بيه طيور واستخدموا ايضا الصوف في صناعة الملابس ده كان في نهاية العصر البدائي احنا اه لو شفنا كده دي اللي هي سعف النخيل وازاي بيطلعوا منه اللي هي الشعيرات اللي بيعملوا منها بعض الانسجة وعايز اقول لكم ان الطريقة دي في جدل سعف النخيل تعتبر هي الطريقة الاولى اللي عملوا منها اه مقاطف وعملوا منها بعض اللي هي الاكياس اللي كانوا بيحفظوا فيها الحاجة بتاعتهم فدي كانت اول نسيج عملوه قبل ان نسيج اه يعملوا منه اه ملابس ويرتدوا هذه الملابس نيجي بقى لصناعة من الصناعات المهمة جدا اللي هي صناعة الفخار والطين الفنان البدائي اه 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 اتعلم من صناعة يعني صناعة الفخار دي ازاي كان بيمشي على سطح الارض اللي هي فيها طينية وكان هو ماشي رجليه من ضغط رجليه على الطينة كانت بتطبع شكل رجلي بتاعه بدأ ان هو اه يعرف خصائص الطين المبلل بدأ ان هو ياخد الطين المبلل ده ويشكل بأشكال ويسيبها تنشف فلما بتنشف وجد ان هي اه يعني اه بتعيش فترة اطول اه بدأ يعمل المجوفات اه بدأ يعمل اللي هي اشكال الاواني الخزافية والنحت من اه الاسلوب ده ولما اكتشف النار اه اه النار ساعدته ان هو يكتشف ان تعرض الطينة للنار بتخليها اكثر صلابة وبتعيش اكتر ومن هنا بدأ يعمل الاواني اللي بيحط فيها اه كان بيشرب ازاي من المية كان بيشرب من المية زي الكائنات الحية الاخرى بتشرب من المية كان يبدأ بوزه ويبتدي يشرب من المية ده كان بيقى خطأ جدا ممكن اه حيوان في المية يختطفه زي 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 يعني تمسيح او اه كان بيمدي ايده للمية والايده ما كانتش بتشيل مية كتير فلما اتعلم يعمل الاواني الخزافية اتعلم يعمل يشيل المية بتاعته وينقلها معاه اه عرف الانسان الاول صناعة الفخار عمل اواني اه مختلفة الاشكال والاحجام طبعا للطعام والشراب وحفظ الحبوب ولونها طبعا زي ما احنا شفنا كده في اه صور كتير وفيديوهات كتير خلال الحلقة اه يعني برسومات تمثل اشكال الانسان والحيوان وبعض الاشكال اه الهندسية زي الدايرة والمسلس والمربع والخطوط الميلة والخطوط المتوازية والمنكسرة وطبعا زي ما احنا شايفين كده اه بعض الاواني والزخرفة اللي عليها هتلاقي الانية اللي على اليمين اه مستخدم اه عملية التحزيز والخطوط بحاجة صلبة عشان يعمل عملية حفر والانية اخرى اللي هي على ايدك اليسرى هو اه اه مستخدم فيها الالوان والعناصر البسيطة في التلوين هللاحظ هنا بعض اشكال اه الاواني الفخرية البدائية اللي كان بيعملها الفنان اه البدائي في العصر الحجري القديم والعصر الحجري الاوسط والعصر الحجري اه الحديث برضو من اهم الصناعات الاول الصناعات اللي استخدمها الفنان البدائي زي ما قلنا في الاول الاحجار اقدم المواد اللي الفنان البدائي استخدمها وعمل منها الاسلحة بتاعته والفقوس والتماثيل اللي بتمثل الانسان في شتى مظاهر حياته او الحيوان والادوات اللي عمل ادوات الصيد وادوات الزراعة المختلفة ونحتها وحفرها بالازميل اه الصوانية اللي هي معمولة من حجر الصوام اللحظ هنا الصورة دي بتعبر عن اهمية استخدام الفنان البدائي للاحجار في صناعة الكثير من الادوات ومنها الدقماء اللي احنا شايفينه ده اللي هو كان بيستخدمه قبل ما يصنع الحربة وقبل ما يصنع السيف وقبل ما يصنع السهام في الدفاع عن نفسه هنا طبعا الادوات دي هاللحظ ان هي ادوات اكثر تقدما شوية ومعمولة بصورة اه يعني فيها نوع شوية من الحرفية كرؤوس للسهام او كحاجة للاستخدمها لشان يدق بيها ودي كانت في العصر الحجري اه الاوسط والحديث هاللحظ هنا اه اه مطاحن مطحنة من العصر البداي على ايدك اليسرى اه من اسفل كان بيضحم فيها الحبوب والغلال بتاعته هاللحظ فوق رؤوس دي السهام والحراب اللي هو كان بيثبتها في اه يعني اه اه اغصان شجرية عشان يستخدمها ضد اه اه الحيوانات الكاسرة اللي بتهجموا او للدفاع عن نفسه ضد اه هجوم اه كائنات او بشر او قبيلة اه من القبائل المحيطة بي لان كان يعني فترة يعني عايشة على مين يسيطر على مين ومين ياخد يضم ده الارض لنفسه ومين يضم القبيلة دي لي اه اه يعني يعني القبيلة بتاعته عشان يعني يقوي المملكة بتاعته هاللحظ برضو صناعة العزام والعاج عرف الانسان الاول صناعة العزام الصغيرة بطريقة الحفر والتفريغ والنحت وهنلاحظ هنا اه يعني اللي هي اه بعض المصنوعات المعمولة من الاسنان او الانياب او من العاج اللي اعملها الفنان اه البداي وصناعة الجلود والفراء طبعا عرف دباغة الجلود واستخدمها اه يعني استخدم الجلود كمفروشات وملابس وخيام وعمل سيور مجدولة لربط الادوات والزينة وصناعة النعال يعني اه دي اه الجلود كانت من الحاجات المهمة جدا عند الفنان البداي وطبعا اول حاجة ارتداها الفنان البداي قبل النسيج كانت الجلود والفراء عشان يقوي نفسه من اه البرد ومن اه الجليد ويحمي جسمه اللي هو كغلي من الشعر من اه التأثر بالمؤثرات الجوية واللاحظ هنا الصورة زي ما احنا شايفين كده اغلبهم اه جسمهم بيرطي قطع الفراء الصناعات المعدنية لقوا اه حبات من الدهب وادوات من النحاس على شكل اسلحة وقلائد وعرف الحديد واكتشفوا البرونز وده خلى الانسان البداي يصنع الاسلحة بتاعته من سهام ورمح وخناجر وادوات قطع وادوات وادوات ذراعة بشكل كبير بعد ما اه يعني اكتشف المعدن ودي بعض الاشكال لبعض الادوات اللي هو كان بيستخدمها هو الاسلحة اللي مسبت فيها من اعلى اطراف او اجزاء من البرونز او اجزاء اه معدنية هللاحظ ان اليد من الخشب والسلاح من المعدن الصناعات الخشبية طبعا استخدموا زي ما قلنا اه الخشب في ادوات الزراع وعمل تماثيل وتمائم وتعويز ومنحوتات وكانوا بيربطوها بالاسلاك والحبال وده شكل لبعض الحاجات الخشبية اللي هم كانوا بيستخدموها من هالمشت اللي احنا شايفينه ده اه هننهي الدرس بتاعنا النهاردة بالاسئلة دي اسئلة دي مهمة اوية ريت نحلها مارس الفنان البدائي الرسمي قبل ان يعرف الكلام طبعا دي بتيجي صح او غلط هي صح اه هنحل اسئلة دي تكلم عن الالوان اللي تستخدمها الانسان الاول علل لماذا لجأ الفنان البدائي لتسجيل رسومه على جدران الكهوف علل لماذا ادى اكتشاف النحاس الى صورة في العصر البدائي اه صورة صناعية يعني ارسم ثلاث عناصر من الفن البدائي عنصر عقائدي وعنصر هندسي وحيواني اه دي ياريت نحلل اسئلة دي يعني ما هو ده المجهود بتاعنا اللي احنا بنذاكر به اه اللي هو الباب بتاع الفن البدائي اه مع تمنياتي طبعا بالتوفيق والنجاح ليكم انتهى وقت الحلقة وباذن الله تعالى الى اللقاء اخر ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة